وعليه ما أحلى شي في الدنيا الحب وش خير من الحب يا ولولو؟ ما خماش ما خير من الحب خماش والحب يوصلنا للعجرة وسبعة وربعين الدقيقة وقايتنا منذورة على الفنانين أخبارهم جديدا في إسمع وفلتها إسمع وفلت إسمع وفلت إسمع وفلت باش نبدأوا مع أول تصريح للنجمة اللبنانية مجد الرومي بعد ما بعد ما دخ فلا هو اللي هي قالت معنى جسد معنى مش دوخة أما دم تحلق أما بون هي دوخة لفعنا ما هي محبش تقول ليا أنا دوخة ميسيت ما هو يجري نقول إنا حكي لك حكي صعبت عليها صعبت عليها روح صحيح غضطها تغيظ هي تغيظة روحة معنى ومعنى ما هو شعيب واحدة سبحان الله ساريء منسور وإرهيق وكل معنى ما نسيرش عبت ديخ ديخ معنى هو عمره وعمره خمسة سنين ويدوخ معنى خليه تفعلت خليها ميجدا معنى اللي أنا نحبها برشارة ونحبها ياسر ميجدا عاوي آآ بلاي سوما يحضر لنا غنية الميجدا الرومي نخرجوا بها سيناء من فكرة من بالقرب ذا بيقص على ربريك ونختار مع سوماية الغنية سيناء كيما قلت لكم آآ تفعلت مع الجمهور متاحا ومع دعوات الملايين من عشاقها ولي دعاولها بالشفاء العجل ودوام الصحة بعد ما تعرضت انتخلوا للأغماء ولا اثر الحفلة متاحة في مهرجين الجرش هبتت وستاتيو وجيبت وعلقت على الحكاية قالت لتعانق نبضات قلبي لوبكم حبكم هو طاقتي وجنحات اللي تحمل صوتي معاكم يحلو مشواري بحبتي ليكم طول العمر شكرا لأمنياتكم ودمتم بخير وصحة وسلام مطلع متاعنا يا بي ميج ممكن صدقني مطلع متاعنا يا بي ميج ممكن شا قولك انت اللي تعانق نبضات قلبي وقلوبكم ميجدا الرومي رهي ميجدا رهي مش هلا نحكي ميجدا الرومي العظيمة حم актив على اسلام حمده اللي على اسلامتها ربي طول في عمرها وشاء الله ربي خليها ديمة صغرونا ما حليها تكبكوا إيهم ولا يكبروش مجد الرومي رغب عليما وعمرو ديب نسميهم لك لا ما يكبروش رغب عليما ما يكبرش ما يكبروش جملة ربي يختبر اسمعوا فلت في عشاء رومانسي يعيني يا الرومانسية يجمع بين النجم نادي النسيب نجيم بالنجم معتصم النهار واللي أنا جاءت إني نتفرج في المسلسل الجديد اللي اسمه الصالون زهرة مالغو دمو قاعد يتعدى كان في منصة شهد في اي بي طوي كان مازال مهبطي حتى بلاسة أخرى تهون عليه تجم تتفرج فيه ما تهون شعنيه تجم تتفرج فيه ساشون كو باللي كاخت بونكيغ نحنا من نجمو نعمل حتى شي في توس احنا لكاخت متعنا بليني دي لكاخت بونكيغ متعنا يصلحوا كان من ديستريبيتور ديستريبيتور ماني هكا وحدك الفامي كمتاجم تعمل بيه حتى شي دوسي آخر ذايا موضو آخر باي بال في تونس ما تحلش التو ما تجم معناه لكاخت بونكيغ التونسية ما تجم تعمل بيع حتى شي بخلاف انك انتي تشري تقديم بران سيفاس ولا عن ليني وشوف يوصد الكشفلان او اكا هو معناه مالغو زمان بيه المشهد ذايا عشاء رومانسي مسارش في الحقيقة مسار في المسلسل متاع الليقات كي ما قلت لكم يتعرض على شهد في اي بي انا هوش نقول لكم عليش اشبتو لكم للاخبارة ذايا على خاطر بدي التفاصيل المشهد الرومانسي في الحلقة اثناش وقتلي طلب انس اللي هو الفنين المعتسم النهار البقلة وفكر من زهرة اللي هي نادي النسيب نيجي انه تقبل الدهوة متاعه على العشاء بعد ما كملت خدمتها في سالون السيدات اللي امتاحها وخلال تناول اسباجيتي والبيتزا هاوك عطي حدا من يعطي تهولكم اسباجيتي وبيتزا والبيتزا بلي الشامبينيان خاطر نادين ما تحبش شامبينيان في المسلسل الله واعلم في المسلسل ما تحب شامبينيان انس اللي هو معتسم سئل نادين على سر الاصابة الواضحة على جبينها وتحت عينها وهوما في العشاء في المسلسل وياكلوا في البيتزا وياكلوا فالبيتزا بلي الشامبينيان وسباجيتي ها نصبابة مش يحكيوا علي نحن انا خذيت الحكاية من عنده واحد تخلي تفرج حسين انه جاوبته بشكل مباشر وغير متوقع هو ليزضم الناس اللي تفرجت الكل انه سبب الاصابات كانت بسبب انفجار مرفق بيروت واللي هو صار لها في الحقيقة وهذه الحكاية اللي ما حقاها على الاخر سأيل طوى عندها سيكاتريس النادين اما قاعدها وكانت كاموف لي فيها في الفوندتان وكل انفجار مرفق بيروت اما في وسط المسلسل تعطيها سبب الحقيقي للسيكاتريس عالخر حلوة عالخر عالخر معناه اندي غاكتما والمشهد كان كوميدي على خطر نادي نسيب نجيم كانت عندها مشكلة في انها تاكل السباكيتي والبيتزا والمشهد كان كوميدي بالحق وضحكت برشا الناس اللي تفرجتها وفشأتان تمشي للحكاية تجبد حكاية مرفق بيروت واو واو عالخر وهذا اللي صدمت الناس كل وهذا اللي خليت المشهد والحلقة اتناش يتصدروا التويتر ويتصدروا التريند في جميع مواقع التواصل الاجتماعي اشقاولك اي 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 اول ما يولي يهبط اول ما يهبطوها الحلقة تماش نماش هدا ذاكا بالذات نتفرج في السباكيتي والبيتزا ونشوف الفست السيكاتريس ومرفق بيروت وبعد نرجع للحلقة اللي اللي ناك اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه المعروفة جملة والتي هي على دورها في المسلسل الجريمة اللي يتعدى نهار الجمعة في الأسبوع ومن المقرر أنه يقام حفل توزيع جوائز نهار 22 نوفمبر المقبل في نيويورك علقت من شلبي على اختيارها حسب بليتوف الفيسبوك حبت بوستير خاص لها في المسلسل شكراً للاكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون على ترشيح الجائز في فئة أفضل ممثلة شرفة كبيرلية ولكل فريق العمل في كل أسبوع يوم جمعة على خطرني كنت هو المسلسل المسلسل اسمه الجريمة على خطرني قالت كنت أول ممثلة مصرية وعربية تترشح للجوائز الذية على عمل ناطق باللغة العربية أنا فرحانة برشا المخرج عمرو سلامة زادة هبت بوستير للمسلسل وعبر على تويتر وطب الفنينة الرائعة مننا شلبي تحصل ترشيح لجائزة الإميز الدولية هي اسمها إميز انترناشيونال أهم جوائز في العالم للأعمال التلفزيونية على دورها في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة أنا بش نكتفيه بتعليق إنه مننا شلبي تمثيلها يعجبني برشا 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 ومثلة ممثلة الكبار ورغم اللي هي ميش كبيرة برشا نزيلت مسيلتها متواصلة وكيد بش تعم برشا حاجات تنوريك لا فيش علي الجغافيك متاع البوستير يفجع الكومينيكاسيون على المسلسل يفجع إنها هي مسلسل عربي يوصل لنوعية الجوائزة ذوما اللي تعطو في نيويورك وقتلك أول مرة معناها ممثلة عربية توصل للبلاثة هذيكا شتفهم قيمة العمل واو بغفو بغفو اسمها وفلت ما حدا بيعدي يعدي مطرحك بقلبي كيف لك قلبي جايسي الحبك على محبي